موسيقى 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 سعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صوتها محور المشاركة السياسية أو التمثيل السياسي للمرأة أين المرأة؟ من صنع القرار تحالف قرار 13-25 صلت الضوء على هذا المحور على اعتباره إنه أحد المحاور الأساسية في قرار مجلس الأمن الدولي معنا عبر برنامج صوتها الأمين العام الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق أهلا وسهلا شكرا وكذلك السيد سوزان عارف منسقة الفريق الوطني لتحالف قرار 13-25 وأجانب الحكومي أهلا وسهلا سيد سوزان لنبدأ الحوار مع الدكتور مهدي العلاق الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور نحن نعلم أن هناك شراكة وأن هناك عمل بين أجانب الحكومي وبين تحالف قرار 13-25 وأن هناك خطة وطنية بهذا الصدد لماذا هناك ضعف في تمثيل المرأة في مراكز سنة القرار بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على إثارة هذا الموضوع وأحب أن أشير أنه تاريخيا في الدولة العراقية فعلا هناك غلبة للعنصر الرجال على الإناث لا سيما في مراكز القرار أو في استلام مسؤوليات العليا ولكن ما حصل بعد سقوط النظام على الأقل في مجلس النواب من تحديد مسألة الكوتا كان هو جزء من معالجة أساسية لإظهار دور المرأة العراقية الكبير في المجتمع لا سيما وأنها بدأت نسبيا الدخول في ميادين العلم والمعرفة في وقت مبكر في العراق ولكن بقيت قضية إدارة المسؤوليات هي المسألة التي واجهنا فيها فعلا فرقا كبيرا بين الرجال والنساء ولذلك نعتقد بأن هذا كان جزء من معالجة على الرغم من أن هناك وجهة نظر أخرى أن لا تقصر عدد النساء على ما هو مخصص ضمن الكوتا ربما إذا أطلق العنان للقدرات الحقيقية للمرأة وحصل الترويج الصحيح إعلاميا وفي إطار الحملات الإعلامية أيضا للانتخابات ربما تتبوأ عدد من المواقع يزيد على العدد الحالي ولكن ربما كان هذا من باب الأطمئنان على ضمان وجود حد أدنى لتمثيل المرأة في مجلس النواب في إطار العمل الحكومي طبعا هذا ملاحظة للإطار العمل الحكومي نعم هذا الحقيقة لم تحصل بعملية كوتا ولذلك فعلا نجد أن عدد النساء اللواتي تبوأنا مواقع متقدمة ربما يعني يقل كثيرا عن النسبة المعتمدة حاليا في مجلس النواب طبعا بعض الوزارات وجهت فيها حضور واضح للمرأة في تبوأ بعض المواقع لكن لن يصل إلى لكن ليس صانع القرار يعني هو صنع القرار ربما أختلف مع شخصيتك في هذا الموضوع إذا كانت المرأة وكيلة وزير ولو العدد قليل جدا أو مدير عام وعدنا عدد يعني لا بأس بي من المدرع العامين في بعض المفاصل وبحكم الصلاحيات التي تمنح المدير العام هو هناك يعني هامش واضح أو إمكانية واضح لاتخاذ القرارات فالمسألة أيضا مرتبطة بجدارة المرأة أعتقد أن يليم المجتمع ممكن يعطي هذه الفرصة واليومية الوزارة جزء من هذا المجتمع هذا واحد من التحديات بصراحة طبعا مجتمعنا يعني بالتأكيد هناك رعاية للمرأة حتى لا نظلم مجتمعنا ولكن أيضا بنفس الوقت هناك تصور بأن الرجل أحيانا يكون أكثر قدر على حسم الأمور أو على اتخاذ القرارات بشمال من صانع القرار؟ خلينا نصف المرأة على الأقل يتقف المجتمع بأن المرأة قادرة على صناعة ولهذا أنا أتكلم يعني ليس بموقعي كأمانة ولكن أشير إلى أن السيد رئيس وزراء كان حريص على اختيار عدد جيد من النساء لتبوء مواقع وزارية ولهذا يعني الكابينة الوزارية الآن تضم وزيرتين نعم العدد ربما كان مرشح لأن يزداد وأكبر دليل على هذا وهو لم يعد سرا عندما قدم السيد رئيس وزراء مناء يعني الأسماء الترشيحات للوزارات الدفاع والداخلية قدم أيضا ترشيح لوزارة أخرى لمرأة ولم تحصل عملية التصويت فكان المؤمل أن يكون عدد الوزيرات ثلاثة في هذه الكابينة طبعا هذا تأكيد على الاهتمام بهذا الموضوع وحتى ثلاثة دكتور أعتقد أكيد ولكن يعني بإطار وزارة يعني كلها رجال ثم يصبح فيها ثلاثة أو أربعة أعتقد هذه نقلة لا بأس بها أنتقل السيد سوزان وأرجع لحضرتك دكتور لكن السيد سوزان بعد الكلام اللي طرحها دكتور مهدي العلاق ونعرف أن هناك عمل مشترك واضح حقيقة بينكم بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء طيب هذا العمل المستمر اللي أساسا نتكلل بكتابة الخطبة الوطنية مساعيكم بإشراك المرأة كانت واضحة لكن لن على واقع الحال أكو تجسيد حقيقي لتمثيل المرأة أين يكمل الخلل؟ يكمل الخلل بالمرأة أم بالإجراءات اللي تتخذ من قبل الطرف الحكومي؟ شكرا سيد نبراس طبعا فعلا هذا العمل المشترك وهذا اللي نفتخر به هذه الشراكة بين المنظمات وبين الحكومة وخصوصا للعمل على القرار 13-25 والخطة الوطنية والتي تمخذت عن هذه الشراكة بالتأكيد هذا العمل يحتاج إلى عملية مستمرة يعني إذا رجعنا بأنه إلى القرار نفسه اللي هو صدر عام 2000 وبدأت المنظمات تشتغل عنها وبدأ الفريق الوطني من الحكومة والتحالف بدأوا يشتغلون على تطوير الخطة منذ عام 2012 وصارت خطة وتبنتها الحكومة العراقية وحكومة تقليم فردستان في 2014 فنحن نشوف الفترة اللي استغرقتها يعني إلى القرار انعكس بالورد بخطة فمما عقولة من صارت الخطة بأنه احنا نتوقع بين الليلة نوضحها أو بأنه هذه الخطة هي العصر السحرية للتغيير كتغيير جذري فأكيد هذا محتاج إلى عمل وهذا اللي دا نعمل يعني دا نسعى إلى بأنه كيف يعني روح هذا القرار اللي هو يركز على المشاركة وعلى الحماية شون تنعكس بعمل واستراتيجيات الوزارات نفسها شون يكون التأثير شون التأثير فعلا مثلا حضرتش ذكرتي بأنه ليش ما يكون هذا التأثير هذا التغيير يعني السياسيين الموجودين أو الإداريين بأنه صيرت ثقة بأنه أين هي مشاركة المرأة فهذه من خلال أكس هذه الخطط في برامج وسياسات الوزارة بالتأكيد تدريجيا رح يصير تغيير وأنا أتلمس هذا التغيير يعني حاليا بنشوف إذا أجينا إلى وزارة الداخلية يعني في حكومة الاتحادية وأيضا في حكومة قليم كردستان هناك تزايد في عدد النساء طيب علي قصة على كلام دكتور مهدي قبل قليل من ذكر أنه رئيس الوزارة كان يسعى ويطمع بأن يكون هناك شراكة حقيقية للمرأة وأنه رشح بترشيح وزارة الدفاع والداخلية بأن يكون هناك أيضا لوزارة تحتليها المرأة أو تستخزرها المرأة لكن موقفكم الرسمي بتهميش المرأة عن هذه المواقع هل كان هناك موقف أو تحرك بحيث تغير بعض الأمور أو نجد تغيير لاحق لهذه القضية؟ بالتأكيد هناك مواقف وليس فقط موقف واحد يعني حتى عملنا المباشر يعني المواقف هي مو فقط أن نكون ضد لكن كيف ممكن أن نخلق كمفاوضات مناقشات أن يكون هناك دايلوك لأنه التفاهم بناء جسور التفاهم هذا أهم من بناء العداوة والنتوى أنه يكون لنا موقف يعني كان هناك عدة زيارات للجنة المصالحة إلى سيد مستشار المصالحة عن دور النساء في المصالحة الوطنية وفي التسوية أين هم النساء؟ فهذا سؤال مهم وهذا ممكن أن تقلبيه لدكتور مهدي العلاق دكتور مهدي أثير مؤخرا ملف التسوية وسابقا كان هناك ملف المصالحة ولم نجد تمثيل حقيقي للمرأة في الملفين حقيقة حتى في المؤتمرات التي عقدت لاحظنا تهميش للمرأة كمفاوضة تهميش للمرأة كمشاركة بكتابة الأوراق أيضا تهميش للمرأة كجندر كعنصر ومحور أساسي في محاور تلك القضايا أين كنتم من هذا الملف؟ نعم هو موضوع المصالحة أو الوثيقة التي أعلن عنها في التسوية بصراحة تم تبنيها من قبل بعض الشخصيات السياسية ولم ترتبط أساسا بالجهد الحكومي ولذلك تتحمل تلك الجهات بالتأكيد والمصالحة تتصوراتها أسأتكلم عن المصالحة تتحمل تصوراتها عن مدى دخول المرأة كأنصر مهم في إبداء الملاحظات في مثل هذه الوثيقة طبعا المرأة ربما تحملت العبء الأكبر من تأثيرات غزو داعش للمناطق في المحافظات التي حصل فيها احتلال تعرضت لشتى أو أقصى أنواع الإهانة والتعذيب والخطف وما إلى ذلك وكان هناك الحقيقة إشارة صريحة حتى من جانب الحكومة لهذه المعاناة ولذلك اتخذت بعض الإجراءات بصدد لفت الانتباع على الأقل لهذا الموضوع أقول أن موضوع الوثيقة التسوية تطرح وتتداول في الأروقة السياسية وكما هو معروف الأحزاب السياسية تضم أيضا عناصر نسوية فأنا أعتقد أن الأحزاب أو الكتل السياسية يفترض أن يكون للمرأة دور مهم في إبداء الملاحظات في هذه الوثيقة التي نعتقد بأنها أعدت على أيدي أراقية حاولت أن تجد سبل واضحة لإنجاز هذه التسوية إن شاء الله بعد إنجاز التحرير النهائي لأراضينا على أيدي قواتنا البطلة نحن إن شاء الله الآن نعيش في أيامنا الأخيرة والتهيؤ لهذه المرحلة قضية أساسية أنا أتفق مع حضرتك بأن دور المرأة يجب أن يكون فاعل في إبداء الملاحظات على هذه الوثيقة لأنها بالتأكيد تشكل انطلاقها لعادة اللحمة المجتمعية والاجتماعية والمرأة هي عنصر أساسي في هذا الجانب أما موضوع المصالحة المجتمعية فإن في رئاسة مجلس الوزراء لجنة اسمها لجنة المصالحة الوطنية تعمل بصراحة ربما أحيانا بعيدا عن الأضواء ولكن لديها خطة تناقش بعض الأمور مع المنظمات الدولية بما في ذلك المنظمات النسوية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة عقدنا معها عدة لقاءات سواء هنا في الأمانة ومع آخرها زيارة السيدة زينب موثلة الأمين العام المتحدة لشؤون المرأة فيما يتعلق بالنزاعات وبصراحة هو العنف الجنسي وعقد السيدة رئيس وزراء معها لقاء مطول حقيقة وتم الاتفاق على بعض النقاط نحن مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة أصبحت هي منسقة العمل ممكن نعرف هذا اللقاء أثمر بأي شيء يعني قرارات تنصب خدمة المرأة ممكن نشوف أكوئلها تطبيق على أرض الواقع بالمرحلة المقبولة وتعرفين حتى القرار 13-25 مرتبط بمعالجة الإشكالات وما حصل للمرأة العراقية بشكل خاص أتكلم ولكل النساء في الظروف التي تشهد بها أحداث عنف أو خرق ولهذا كان التركيز في الكلام يدور على كيفية يعني معالجة الآثار السلبية لإحتلال داعش لا سيما في تأثيرات على وضع النساء وضع النساء نعم ولذلك سيد الفزراء كان واضحا وصريحا مع سيدة زينب بأننا مستعدون للتفاعل والتعامل بجدية وبإيجابية مع ما تذهب إليه هذه المنظمة من توصيات هم يقومون بإجراء دراسات ومعاينات ميدانية وفي ضوء ذلك تحصل لديهم تصوراتهم فضلا عن ما يرد إليهم من تقارير تعرفون التقارير تحتاج إلى تمحيص وهذا تقارير تقصد اللي يعملها المجتمع المدني سواء مجتمع مدني أو بعض المنظمات ربما أحيانا جانب وصفي غير موضوعي غير دقيق تقارير الدور الشامل أو تقارير سيدة هذه بالله تقارير نعتبرها تقارير رصينة تنطلق من جوانب موضوعية ولكن أحيانا ترد بعض الأخبار ربما بعيدة عن الواقع فتمحيصها والتدقيق فيها قضية أساسية نحن نعتقد بأن قرار العراق للخطة الوطنية لقرار 13-25 يعتبر على الأقل إظهار لحسن نوايا حقيقية للعراق هذه استجلت لدى جانب الأمم واعتبرت من الدول التي سباقة في إعداد هذه الخطة نعم الخطة واجهة تحديات حتى لا نكون ورديين بوصفنا لما أنجز في عام 2014 حصل الاحتلال الداعشي للأراضي وشردت مئات الآلاف من العوائل والنساء تحملنا جزءا كبيرا من هذا الهم في عام 2014 أيضا هناك صار تغيير في يعني غريب الأمر أنه تزامن مع أقرار الخطة الوطنية لدى داعش للموصل وحطن سبيل النساء وهذه مفارقة تاريخية مع أقرار الخطة ويمكن أمام أنت في حين أقرار الخطة الوطنية أنت صرت أمام مسؤولية أكبر أنه لابد أن تتبلور هذه الخطة على عمل ملموس على الأرض هي الخطة لم تكن دباجة نظرية هي مجموعة إجراءات ينبغي اتخاذها من أجل تفعيل هذا القرار وتطبيقه المشكلة العراق واجهة أزمة مالية خانقة بالنصف الثاني من عام 2014 مع تسلم الحكومة الحالية لمسؤولياتها انخفضت إرادات الدولة بأكثر من 50% وظل هذا الوضع حتى الآن استاذ دكتور مهدي ولو حضرتك تتحدث لكن عندي فاصل أرجع لقضية خطة الطوارئ وشراك المرأة هذا شيء يحسب حقيقة أنه كان هناك إنجاز تبلور بأنه كيف نعالج قضايا المرأة بعد داعش أريد أن نسأل عن خطة الطوارئ ودور التحالف ودوركم كجانب حكومي في هذه القضية فاصل وراجعين العراق يفوض الحروب منذ الثمانينات والضحية الأولى في هذه الحروب هي المرة العراقية من نتائج هذه الحروب النزاعات يبلغ عدد النساء الأرامل في العراق أكثر من مليون أرملة عدد الفتيات الغير ملتحقات بالتعليم بعمر أقل من 15 سنة يبلغ 750 ألف فتاة مع ذا محافظتي الأنبار ونينوى عدد الطفلات المتزوجات بين عمر 12 إلى 15 سنة تقريباً 60 ألف فتاة 40% من النساء يعيشنا تحت خط الفقر بلغ عدد الأطفال اليتامة في العراق أربع ملايين طفل نسبة النساء العاملات 14% المرأة العراقية تستحق التعويض وتخصيص ميزانية لتنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 13-25 وهذه عودة لضيوفنا في برنامج صوتها وسست سوزان عارف منسقة الفريق الوطني سست سوزان نحن نعلم بعد أقرار الخطة وبعد أيضاً ما ذكره لدكتور مهدي بصدد أنه أقرار الخطة كان هناك أيضاً احتلال داعش للموصل ونعرف جيداً أنه كان هناك عمل استثنائي تحت مسمى خطة الطوارئ لإسعاف ما حصل في هذه المناطق خلال هذه الفترة خطة الطوارئ نعلم أنه كان هناك موضوع تتعلق بالنازحات وموضوع تتعلق بالخروقات التي حصلت التعنيف التي حصل أيضاً للنساء أنتم كمجتمع مدني وكتحالف قرار 13-25 هل وجدتم أن هناك تحديات واجهة تنفيذ هذه القطة؟ هل كان هناك تهنيش للنساء القياديات سواء من الطرف الحكومي أو طرف مجتمع المدني لأن يكون فاعلات ومؤثرات في تنفيذ وتطبيق هذه الخطة؟ يعني بالتأكيد وراء إقرار الخطة الوطنية التي هي خطة وطنية لمدة خمس أعوام والمشكلة التي صار بأن الميزانية حذفت من الخطة هذه كانت مشكلة كبيرة وأيضاً الوضع الاقتصادي للبلد والوضع النزاع والاحتلال الداعشي هذا كله كان إلى تأثير بأنه من خلال المفاوضات مع الحكومة بأنه توصلنا إلى تطوير خطة سنوية خطة طوارئ التي ستجيب لإحتياجات النساء في ظل هذه الظروف الاستثنائية وممكن ذلك الوقت حسب خطة طارئة وخطة تكون لمدة سنة بأنه من السهل رصد ميزانية لهذه الخطة فهذا صار أيضاً بشراكة التحالف مع وزارة المرأة في ذلك الوقت ومجلس الأعلى الخصوص ميزانية لهذه الخطة؟ طبعاً رصد تحديد ميزانية مع الخطة لكن مع الأسف مع تبني خطة الطوارئ أيضاً تم حفف الميزانية من الخطة لكن كيف ممكن الوزارات تعمل على تعشيقها مع البرامج والخطة الموجودة داخل الوزارات فهذا أيضاً كان إلى الدور بأنه ما نكون قادرين أو حتى الوزارات ما تكون قادرة على تنفيذ الخطة بالشكل الأكمل نفذ مجموعة من البرامج التي ممكن قابلة نفذت بدون وجود ميزانية تعتقدين الأمر ميسر؟ لا لأنه أصلاً موجودة بعض الأنشطة التي هي ما محتاجة ميزانيات بهذه الدرجة وخصوصاً في محور المشاركة أيضاً في محور الحمال لأنه موجودة أصلاً البرامج في الوزارات يعني هذه البرامج الموجودة في خطة الطوارئ هي مو كلها برامج جديدة لكن تدعم وتعزز البرامج الموجودة هذه الظرف اللي واجهته يعني أنت أمام امرأة نازحة هذه النازح تحتاج عائلة بغض النظر عن مسمى المرأة قلن نرجع لمحور أوسع اللي هو العائلة طيب هذه ما تحتاج مصاريف ما تحتاج تجهيزات ما تحتاج دعم نفسي دعم تربوي أعتقد هذه تحتاج ميزاني نعم أنا أرجع وأقول أولاً احنا يعني الهدف الأساسي لـ 13-25 هو شنو فرقه عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نعم الاتفاقيات الأخرى تنظر إلى المرأة هي كضعيفة يعني كيف مساعدة وحماية الشخص الضعيف لكن قوة 13-25 بأنه النظر إلى المرأة كعنصر فاعل المشاركة ولهذا أني داركز على المشاركة وبعدين في خطة الطوارئ وحتى الخطة الوطنية مو كلها مسؤولية الحكومة بالتنفيذ هناك دور ومسؤولية للمنظمات الدولية هناك دور ومسؤولية للمنظمات المجتمع المدني وأيضاً دور أيضاً للحكومة يعني هي في كل نشاط وبرنامج الجهات المنفذة والمسؤولة هي متعددة فالمنظمات الدولية دا تنفذ جزء منها منظمات المجتمع المدني دا تنفذ جزء منها والحكومة دا تنفذ اللي موجودة أصلاً واللي ممكن اللي هي يعني تدمجها مع الوزارة وموجودة بعض البرامج اللي أصلاً هي ما محتاجة هذه الميزانيات ومثل ما قلت زيادة نسبة مشاركة النساء وهذا اللي كان تسليط الضوء عليه من خلال الحكومة لكن التمكين الاقتصادي هل مبرر دكتور ميني؟ نعم طبعاً يعني هو طبعاً ربما يعني ضعف الاستيعاب لبعض الجوانب هو اللي يقود إلى حذف أمور لا تبدو مهمة في نظرهم هذه بصراحة تعالج ببناء القدرات نعم لما تبنى للقدرات يصبح الوعي واضح ومرتبط أو مرتكز على أسس صحيحة إحنا بس أنا حبيت أن أشير إلى نقطة حتى أستكمل حديثي إلى قضية التمكين المؤسسي لوضع المرأة مادام توسعنا بهذا الجانب إحنا تعرفون عندما رشق عدد الوزارات ألغيت وزارات الدولة وكان من ضمن الوزارات التي ألغيت وزارة الدولة شو المرأة ولكن بقيت توجيه من قبل السيد رئيس الوزراء أن نجد كيان مؤسسي مهم الحقيقة يسد الفراغ الذي حصل ويؤدي دوره في موضوع تمكين المرأة ولذلك أسست دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة المجلس الوزراء ترتبط بالأمين العام وتتلقى توجيهات من السيد رئيس الوزراء وبصراحة بدأنا بداية قوية من أجل تفعيل الأنشطة ذات الصلة بموضوع النوع الاجتماعي بالقرار 13-25 وببناء القدرات والتمكين أيضا عدنا تشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية وهي أيضا لجنة مهمة وسنعمل على أن تكون هذه اللجنة بديناميكية عالية والذلك صار تنوع بتسمية أعضاء اللجنة أيضا اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية وأنا حتى دائرة تمكين المرأة بلغتهم أن هذه اللجنة العليا هي التي ترسم سياسات لأنها تمثل شرائح مختلفة من المجتمع العراقي وتبقى دائرة تمكين المرأة برغم أنها دائرة مهمة في الأمانة تبقى كأنما هي إدارة تنفيذية للجنة العليا للنهوض بالمرأة كل هذا حتى نوسع من قاعدة التفاعل المجتمعي ودور المرأة من خارج المؤسسة ينفسها قادرين أن يوصلوا للمجتمع أن يغيرون هل يوم ما متاح من موارد بشرية عاملة داخل هذه اللجان ودائرة تمكين المرأة قادرة أن تطبق هذا الموضوع يعني لما أرسم سياسات عامة لا بد أن أجد طريق ينفذ على الأرض هل يوم ما موجود نوعية ما موجود نعرف جيدا دكتور خنكون صريحين كثير من مؤسساتنا هي محاصصة فبالتالي يوم أنت فريقك أدواتك التي تستند عليها قادرة على التنفيذ هو طبعا ليش أشرت إلى موضوع اللجان اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية واللجنة الخاصة بالمرأة الريفية حتى أشير إلى أن المتوقع أن يكون هناك دور لنساء فاعلات في المجتمع حتى يمتد التأثير ليس فقط تأثير حكومي وإنما تأثير مجتمعي وعادة هي لغة التغيير تحتاج إلى وقت لا سيما إذا ارتفتت ببعض الجوانب الحساسة في المجتمعات ولكن بتأكيد جدارة المرأة العراقية في هذه اللجانة توقع أن يحصل شيئا جيدا هذا أسأل في نهاية البرنامج طبعا وهو سؤال مشترك حقيقة ويمكن يوم هو مفصل وحديث الساعة نحن اليوم أمام هيئات مستقلة ذات الشكل هناك مفوضية حقوق الإنسان هناك مفوضية الانتخابات هناك شبكة الإعلام العراقي أيضا هناك مفاصل كثيرة تتعلق بالهيئات فيها جانب المفروض التوازن الجندري ست سوزان أين تحالف قرار 13-25 من قضية مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات بالذات؟ يعني هو تحالف 13-25 أو الخطة الوطنية أو خطة الوزن يعني هو العمل على المشاركة مشاركة المرأة في كل المستويات في كل مستويات صنع القرار في كل مفاصل فهو التركيز يعني التوجه بهذا الاتجاه عمل المناصرة الضغط بناء القدرات خصوصا فرزة الأسماء تقريبا نحن في المرحلة الأخيرة وصلنا تنفيه للمرأة هناك نسبة حسب القانون اللي هي الثلث للمرأة هل تابعتم أنه هناك جدية من قبل اللجنة المشرفة على تحقيق هذه النسبة؟ والنوعية أيضا ليس فقط النسبة يعني بالتأكيد نحن من نسبق الأحداث هو دائما يعني الأهم تصوري بناء القدرات وتغيير فكر المجتمع يعني اليوم أنا ما أنظر إلى قضية مشاركة المرأة هي قضية مرأة مع رجل أنا دعا أشوفها قضية فكر المجتمع إذا أحنا من غير فكر هذا المجتمع إذا من ركز على التربية المدنية إحنا ما ممكن بأنه هذا نضغط هذا مثلا نظاهر بأنه نقدر نغير إحنا المفروض نغير على تغيير التوجهات وكيف ممكن نعكس منظور المرأة نشتغل على تمكين المرأة على بناء قدرات المرأة أو نشتغل المرأة من الأحزاب يعني هذا توجه عمل تحالف 13-25 اللي أنه التمكين لصنع قيادات نسوية وتوأي بناء قدرات كيف المرأة هي تثبت نفسها هذه المناصب المرأة المفروض هي اللي تحاول أيضا مو إحنا قاعدين ننتظر بأنه لكن سيد سوزان أريد أنتقل لدكتور مهدي لأن هذا نهاية البرنامج دكتور مهدي هناك هي قادة تشكل سيد سوزان تحدثت بنفس المجتمع المدني لبناء القدرات والتمكين وأنا كيف أصنع نوعية من النساء وكيف أيضا أصنع رأي عام داخل المجتمع لتغيير النظرة الدونية لوجود المرأة في مراكز صنع القرار أنتم اليوم كجانب حكومي هل تابعتم ملف هذه المفوضيات لنسبة تمثيل النساء خصوصا اليوم هي ذات الشكل هناك مطلب من المجتمع المدني لمشاركة المرأة في مفوضية الانتخابات في حقوق الإنسان وأن تكون هناك شفافية وعدالة وعدم وجود محاصصة لو أجبت قبل سيسوزان كان جاوبت بنفس الإجابة التي أشارت لها أنا أعتقد موضوع التوعية ودور منظمات المجتمع المدني قوية في إحداث هذا الضغط المطلوب من أجل وضع الأمور في نصابها ولكن أتكلم عن الجانب الحكومي أقول لن تتجاوز الحكومة بقدر تعلق الأمر بإجراءاتها ما هو منصوص عليه في القوانين الخاصة بتلك الهيات ضمن الحصص المعتمدة للمرأة في تمثيل